أحبائي يقول الكتاب المقدس أظهر لكي يرفع خطيانا وليس فيه خطيئة أظهر ابن الله لكي ينقض أعمال إبليس فإن الحياة أظهرت ويواصل ويقول ونخبركم بالحياة الأبدية وأظهرت لنا بهذا أظهرت محبة الله لنا أظهر ليبطل الخطيئة ليقدم فداء كامل للإنسان ليقدمنا إلى الله ولكي طبعا يعد أيضا إلى مجيءه الثاني مش ممكن يكون في مجيء ثاني إذا ما فيه سر التجسد ما فيه تجسد أن يأتي المسيح ويقدم الخلاص الكامل حتى يعد إلى المجيء الثاني وطبعا غرض هذا المجيء هو لكي يموت على الصليب ويقدم الخلاص الكامل وهنا يدعونا أن نؤمن به حتى ننال الحياة الأبدية